ريحة غسلاتك منا حلوة سأعلمك على طريقة دائما تعتم ديك كرميل تقيمة ريحة الكمكمة من الغسالة بطريقة كتير حلوة شو بتعمل تنزلي على اسفل الغسالة بتفتحي هايدي متل ما شيفين شو راح نعمل هون راح نفتح هايدي هلا هون راح تلاقوا انه الماء لك كيف نزلت هون كل الكمكمة وكل شي بتلاقيه بقلبها بهيدا الشكل اوبس شايفين الاوساخ فدايما اعتمدوها لهيدي الطريقة شايفين كي شو طلع منا فهون لازم نتنظف دائما اعتمدوها وطريقة غير شكل واخر شي منجي شاقفة ونمسح كرميل ما تصدي معانا بهيدي الطريقة شايفين شو نزل منا اعتمدوها وحال الفزلين على البنطالون وخاصة الجينز راح نلمك على فكرة بتعقد بداية منجيب شافة من الجينز بهيدا الشكل وشو منعمل منجيب الفزلين شوية صغيرة وراح نحط نوان على اللقماشة الجينز بهيدا الشكل اذا بحال انت نقطعت الكهرة بدك توالعي موقدي بدك توالعي اي شي ما عليك اللي هتحط شوية فزلين بهيدا الشكل وتمرغيه هون كتير منيح بقلب بعض وهون راح نجيب قدي حقوم راح نجيب شامعة وراح تشوفوا قديش راح تضايننا لمدة كتير طويل اعتمدوها وطريقة غير شكل متل ما شايفين شايفين يعني كتير سهلة وانا دايما باعتمدها بس بدي دور الازانة على الحطب راح علمك على فكرة كتير حلوة اذا كان ابنك او بنتك بقلب المدرسة وايجت هيدا على الدفتر بهيدا الشكل اذا نحنا بحال مثلا نحنا بننا نشيله شو راح يصير راح تنخزق معانا الورقة بهيدا الشكل متل ما شايفين بهيدا الشكل شايفين كيف فهوني مصيبة كبيرة راح علمك على طريق لو اذا السكوتش على الدفتر كيف نحنا لازم نشيله طبعا انا هوني جيبت صفحة جديدة راح نجيب سكوتش متل ما شايفين ورح نلزقها بهيدا الشكل كيف نحنا راح نشيله بطريقة كتير زكية بتجيبوا الدفتر هيدا الطريقة وبتصيروا تشدوا معانا الدفتر بهيدا الشكل شايفين كيف يعني هوني بس نحنا شديناها راح تنقام بكل سهولة اعتمدوها طريقة بتعقد يوم راح علمكونا على طريقة كتير حلوة اذا بحل مثلا انتو غسلتو الجوكاتات متل ما شايفين ومحترين كيف تكن تعلقوهم بياخدو كتير مساحة كتير كبيرة ما عليك لو تستخدمي هيدا الطريقة وتعمليها بفكرة كتير حلوة بتجيب اكد تعليق تلتية بهيدا الطريقة شايفين كيف نحنا راح نحوطها بهيدا الشكل ومنسكرها وساعتا نحنا منعليقها بالحبل بهيدا الشكل هلا راح فارجيكم كيف وهلا انا عندي هون الحبال راح نحطهم بهيدا الطريقة متل ما شايفين وهون ما اخدت مساحة ابدا اعتمدوها بطريقة غير شكلة نحن نتقل للفكرة اللي بعدها هي عبارة عن معجون الأسنن امرار كتير للأصف نحنا منضيع شو الغطى معجون الأسنن او بيقع مننا او بيضيع معاش منلاقي شو بيصير من فوق بمعجون الأسنن بصور ينشف ومعاش بينزل شو معجون الأسنن بطريقة كتير زكية شو بتعمل بجيب فرد الشمع وبتلزق عليك من فوق على المعجون الأسنن بطريقة حتى ينشف وبيصير عندك غطب يفتح وبيسكر بكل سهولة انا من الأشخاص اللي بعملها وعنجت فعلا كتير استفدت وحبت خبركن عنا عشان انتو كمان تعملوها هلأ هون انا تلايتوا بهذه الطريقة رح اتركوت حتى ينشف ومبعد ما ينشف رح فرجيكن عنا النتيجة النهائية طبعا هون انا تركتوا ما يقارب الخمس دقايق او الست دقايق صار عندي غطا بيفتح وبيسكر بكل سهولة ومستحيل معجون الأسنن انه ينشف معنا بهذه الطريقة اذا بعدك عم بتتبعيني لحد هلأ ما تستدعميني باللايك وبعدت لغيرك حتى يستفيد رح ننتقل لفكرة اللي بعدها ضعي مي السخنة بقلب البوتين او بقلب الشوز اذا انت عندك سكربينة ديئة على اجرك او مثلا اشتريت سكربينة جديدة او بوتين لابنك او لابنتك او لحتى لقلك وما كانوا يرجعو لك بطريقة كتير حلوة بتجيبي كيس وبتدخلي بقلب البوتين بهذه الطريقة وبتجيبي مي بتغلي غالب بتكون انت مثلا عالية ركوة مي على الغاز تدلقي مباشرة وين على البوتين بهذه الطريقة بتتركيه تحتى يبرد وبتسكري كتير منيح تحطيه بقلب الفريزر بتتركيه تحتى شو تحتى يتلج هلا هون شو رح يصير معانا رح يفتح معانا البوتين ورح يوسع بنفس الوقت طريقة غير شكل وطريقة مجربة هلا هون متل ما شايفين طري ووسع ورح تشوفوا التلج كيف تلج معايا بهذه الطريقة هاي الطريقة كتير حلوة واعتمدوها دايما رح ننتقل للفكرة الاخيرة وكتير حلوة اذا بحل مسلا انت لابسي جوكاتا ومسلا بديك تلبسي كنزة وما عندك كنزة وما احترا شو بديك تعمل حل كتير باصي بتجيبي ايا منديل او ايا كنزة بتحطيها بهذه الطريقة وطبعا هون بتصبتيها كتير منيح وبتجيبي لقشاط بهذا الشكل هون كأنها مبيني كنزة ومرا حدا يكتشف انه هي شو منديل اعتمدوها وطريقة اخر شكر باي باي بفيفيديوهات جديدة